تلقى رئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء العراق محمد شيع السوداني قرى خلاله التباحث بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الأقليمية الراهنة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التشور خلال الاتصال بشأن التطورات المتلاحقة بالمنطقة على وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان حيث أكد رئيس سيسي في هذا الصدد موقف مصر بضرورة الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه ورفض انتهاك لسيادته ومقدرات شعبه الشقيقة مع استمرار تحذير مصر من مغبة الإمعاني في السياسات التصعيد العسكري بما لها من تدعيات خطيرة غير معلومات العواقب كما أكد رئيس سيسي ضرورة استمرار المساعد الدولية الجادة للتوصل لاتفاق الوقف في إطلاق النار بقطاع غزة باعتباره طريق استعادة الاستقرار بالمنطقة وإنهاء حالة التوتر الجارية وبما يسمح بدفع مصار السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لإرساء السلام والأمن والتنمية بشكل مستدام بالمنطقة وتطرق لتصل أيضا إلى العلاقات الثنائية حيث أكد رئيس سيسي ورئيس الوزراء العراقي الحرص المتبادل على دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب في ضو الزخم المتنامي في التعاون المشترك واستنادا لروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين وشعبين الشقيقين